في اطار الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لتعزيز صمود المواطنين لاسيما في المناطق المهمشة والمصنفة جيم شارك رئيس الوزراء دكتور رامي الحمض الله في احتفالية الانتهاء من مشروع اعادة تأهيل شبكات الكهرباء الممول من الاتحاد الاوروبي والتي اقيمت في قاعة بلدية طول كرم قبل التوجه الى ضاحية الرشيد شرق طول كرم لتجشين خط الكهرباء المنطقة جيم تمثل 64% من الضف الغربي وهي البناء الاساسية في بناء الدولة الفلسطينية القادمة ان شاء الله نحن رغم كل الموارد ورغم تخفاض الدعم الدولي بالنسبة 70% الا انه تمكننا من تدبير امورنا والشكر هنا موصول للدول التي استمرت في مساعداتنا مثل الاتحاد الاوروبي نقدر له هذا الجهد المتميز ضاحية الرشيد التي تعاني من شحن في الخدمات المقدمة تعد وجهة اهمة لاختتام مشروع شبكات الكهرباء في الضفة الغربية والذي استفاد منه حوالي 70 تجمعا سكانيا حيث تم بناء شبكة ضغط متوسط ومنخفض في الضحية وتركيب محطة تحويل تقدر ب250 كيلو فولت امبير تم ايصال تيال كهرباء لمنطقة حيوية في ضاحة الرشيد وهذا سينعكس ان شاء الله قريبا على باقي مناطق الضفة الغربية حيث نعمل على تحسين كفاءة الطاقة ما نرى هنا اليوم في طول كاريم هو جزء مما يقدم الاتحاد الاوروبي من دعم لقطاع الطاقة في فلسطين الهدف الاول هو المحافة تقديم الخدمات الاساسية للسكان طوال السنوات الماضية عانت ضاحية الرشيد المصنفة جيم من عدم توفر الكهرباء لقرابة 200 منزل تأوي حوالي 1000 مواطن فيما رسدت الحكومة 150 الف دولار لتعبيد الشارع الذي يصلها بمدينة طول كاريم وذلك لتثبيت صمود الضاحية في مواجهة صحف مستوطنة ابن حيفت المقامة على اراضي المواطنين قبل شهور عدة لو كنت تيجي لهذه المنطقة كان فيه خوف بالضلمة وشيء لما اضاعت اعطتنا بؤرة امل لنطور هذه المنطقة جولة رئيس الوزراء دكتور رامي الحمدل في محافظة طول كرم تضمنت ايضا اجتماعا مع المحافظة عصام ابو بكر ومدراء الاجهزة الامنية لبحث اخر التطورات الامنية وذلك في اطار جهود الحكومة بتوفير الامن والامان للمواطنين وتكريس السلم الاهلي والاستقرار ربط ضاحيات الرشيد بخطوط الكهرباء والعمل على تنفيذ مشاريع اخرى هو نموذج لجهد الحكومة في ربط المناطق المهمشة والمصنفة جيم في الخدمات لتثبيت صبود المواطنين اها الضمير تلفزيون فلسطين من ضاحية الرشيد شرقة الكرم